السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعاً إلى كل متابعين من قناة عبدالصمات الجزولي اليوم إن شاء الله هي حلقة توضيح وصراحة كنت أتمنى من المختصين والذين لهم علم أكثر مني ودراية أكثر مني في هذا المجال أن يتكلموا ولكن مع الأسف الساحة فارغة فالكثير تكلم رغم عدم تخصصهم في المجال فبما أن عدم تخصصك في المجال فشيء طبيعي أن ترتكب أخطاء كثيرة عندما تود أن توضح شيء ليس تخصصك وكمان نعلم في مؤخراً حدثت ضجة كبيرة حول الحرائق التي تحدث والأسباب ومع الأسف الكثير وخصوصاً من يقومون ببيع لوازم الهاتف النقال يقومون بتصريحات وهناك جلائد إلكترونية تذهب وتأخذ المعلومات وتصريحات من عند بائعين للوازم وهذا أمر صراحة أزعجني يا أخي الكريم اسمعي يا أخي الكريم أنا شخصياً لست صراحة ليس لدي مستوى حتى أتكلم في هذا المجال ولكن نظراً لوجود أخطاء كثيرة وتصريحات غير واضحة اضطررت إلى أن أتكلم ريتما يظهر شخص أكثر مني فهماً ومعرفة المجال حتى يوضح الأمور فأنا ألاحظ بأن الحرائق التي حدثت ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يرزق أهل الفتاة المسكينة الصغيرة التي ماتت بسبب الحرائق والكل يقول الشاحن الشاحن الأصلي الشاحن التجاري الشاحن والمتسبب احذر من الشاحن 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 وهذا كلام خاطئ أن تقول هذا الكلام وتكتفي وتسكت والكل يتجه في هذا الاتجاه فهذه تعتبر معلومات غير صحيحة ووجهة نظر غير صحيحة أو بمعنى غير مكتملة يا إخوان جزاكم الله خيرا راه ليس الشاحن هو المتسبب دائماً في الحرائق وإنما سبب من الأسباب سبب من الأسباب والأسباب كثيرة والشاحن جزء لا يتجزأ من هذا الأسباب فعلاً ولكن راه ليس الشاحن فقط المعضلة والمشكلة الكبيرة في الحرائق التي تحدث حتى نصلح هذا المشكل أو نتكلم عن هذا الموضوع رأي الشخصي والله أعلم هي مسألة توعية ودراسة فأنا أقترح أن يتم إضافة مادة في مجال التعليم أو عمل أنشطة الجمعيات يجب أن تقوم بأنشطة تعلم الناس وأنشطة تحسيسية في فهم وكيفية التعامل مع الكهرباء بصفة عامة عندما نقول الكهرباء فجميع الأجهزة التي تشغب الكهرباء فهي كهرباء يعني لا بد من التربية 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 يعني علينا أن نتربى وأن نتعلم كيف نستخدم الكهرباء والأجهزة الإلكترونية بصفة عامة رأى المنزل والشبكة الأسلاك الموجودة في المنزل نحن نترك الشاحن ونترك الهاتف إذا لم يتم وضعها بشكل صحيح وتخضع لمعايير صحيحة ستسبب لك حريق فمؤخرا شخص حدث له حريق في المنزل وعينت المكان عينت المكان ودققته في الأمور وتوصلت إلى سبب الحريق السبب الحريق هو أنه اشترى سلك به عدة أمطار يريد أن يوصل الكهرباء من المقبس إلى مكان معين فمرره تحت الفراش فاشتغل ذلك الجهاز مرورا على ذلك السلك الراقيق والسلك الراقيق لم يتحمل قيمة الأمبير فحدثت له ارتفاع حرارة فانسهر البلاستيك والتقاء الموجب مع السالي فحدث احتراق هل نقول شاحن؟ لا علاقة للشاحن بهذا الاحتراق أحيانا يمكن للشاحن أن يكون له علاقة بالاحتراق ولكن ليس دائما ليس دائما هناك أسباب كثيرة لا علاقة لا بالشاحن يجب أن نوضحها وأن نتكلم عنها لأنني لاحظت أن الكل يتكلم عن الشاحن الكل يوجه اللومة للشاحن الكل يعطي تبريرات غير صحيحة وغير منطقية إذن سأحاول قدر المستطاع قدر المستطاع رغم أنه ليس تخصصي ولكن الساحة فارغة ولم يبهر لشخص يعني تكلم ووضع الأمور في مجالها أو في مصارها الصحيح الصحيح إذن نبدأ على بركة الله وسأحاول قدر المستطاع توضيح بعض الأمور وأتمنى أن لا أطيل عنكم إذن مشاهدين الكرام نبدأ على بركة الله وأتمنى الاستماع جيدا لما أقول ومتابعة الفيديو كاملا حتى لا يحدث لك خلط في الأمور إذن لاحظ معي فنبدأ مع الشاحن ونحاول وسأحاول جهيدا توضيح عدة أمور وعدة عوامل تسبب في ارتفاع درجة الحرارة والانفجار والاحتراق لا قدر الله إذن بداية قبل التكلم عن الشاحن والهاتف فأشرت إلى نقطة مهمة وهي أن التيار أو منظومة الأسلاك داخل المنزل إذا لم تكن موضوعة بشكل جيد فاعلم أنها عام من العوامل الخطيرة على حياتك وعلى أسرتك يجب الأسلاك أن تكون ساميكة أو غاليضة إن صحى التعبير حتى تتحمل قيمة الأمبير الموجودة بالمنزل أتمنى أن تكون هذه المعلومة واضحة ولا ننسى السلك المهم والذي يغفل عنه الكثير من الناس الذي يقوم بامتصاص الشحونات ربما يسمى للطير كذا إلى آخر فذلك السلك ضروري جدا جدا وهو رقم ثلاثة يعني موجب سالب ماس أو يمتص الشحنات الكهربائية يعني مهم ويجب أن يتم وضعه بطريقة صحيحة وعلمية وهي أن يحفل له في الأرض وأن يأتي بقطعة نحاسية من النحاس وأن تضعه في الأرض حتى يمتص الشحونات الكهربائية إن وقع أي مشكل فكل هذه الأشياء إذا لم تكن في مكانها صحيح فكيف أن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة يعني يجب ذكر المراحل خطوة بخطوة نعم بعد ذلك نأتي مثلا إلى الشاحن ما هو الشاحن؟ الشاحن هو عبارة عن دائرة إلكترونية تحول الكهرباء من متردد إلى مستمر وجميع تقريبا الأرجال الإلكترونية بها شاحن راح حتى تتلفز به شاحن من الداخل يعني فهو لا يشتغل بـ 220 فولت بشكل مباشر فهو يمر على شاحن على دائرة إلكترونية تحول الكهرباء من متردد إلى مستمر فتغدي كل ما تحتاجه بالفولتات نعم إذن من بين أسباب ارتفاع حرارة الهاتف والانفجار هو الشاحن التجاري الشاحن التجاري أو كما نقول كوبي أو مقلد كذا إلى آخر يعني ليس الشاحن أصلي بالفعل أنا أتفق مع هذا الرأي الشاحن إذا لم يكن أصلي سوف يسبب لنا ارتفاع الحرارة والاحتراق وأيضا هناك عامل آخر الشاحن الغير المتوافق ولو كان أصلي مثلا الهاتف يشحل مثلا بـ 3 أمبير وأنت تضع له شاحن ولو كان أصلي 1 أمبير فالهاتف لن يشحن سيصاب بعطل أو بمشكلة ما يسمى في علم إصلاح الهاتف الشاحن الوهمي والشاحن الوهمي غالبا يسبب لنا ارتفاع الحرارة وعندما نقول ارتفاع الحرارة فهذا يدل على أن يمكن أن تحدث الكارثة في أي لحظة أتمنى أن تكون هذه المعلومة واضحة مسألة أخرى هناك من خرج وقال تصريح بأن الشاحن التقييم هو أصلي والخفيف هو غير أصلي هذا الكلام أصبح غير صحيح وربما في الماضي كان صحيح الآن أصبح غير صحيح لأن الصين تمشي في الشوارع تبحث تجمع معلومات وتعرف كيف حتى تتفكر فتضع له كما تلاحظ معهن الشاحن وتضع قطعة حديدية لا قيمة لا ولا دور لها حتى تشعر بالشاحن تقيل وتمشي مع هذا الفكرة هناك مسألة من يقول بأن أشياء الفرق بين الشاحن الأصلي والكوبي علامات كذا كذا هذه الأمور أعتقد بأن كلها أصبحت غير صحيحة هل هذا مفهوم؟ يعني معلومة أن الشاحن الأصلي عليه علامة أو حرف أو نقش أو كذا وكذا كل هذه المعلومات غير صحيحة فلاحظوا معي فهناك مثلا من قام بعمل فيديوهات يقول بأن هذا الشاحن الذي توجد عليه هذه العلامة لاحظوا مع هذه العلامة أنه أصلي ومراقب وكذا وكذا فهذا شاحن على سبيل المثال رخيص التمنع عليه هذه العلامة وليس دوجودة عالية ليس دوجودة عمو متوسط تمانه متوسط وهو أدأه متوسط لا نقول أنه سيء ولا يكون متوسط ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه العلامة أنها تدل على أن الشاحن أصلي وجيد لا لا يمكن الاعتماد لماذا؟ لأن الصين أصبحت بارعة في التزوير وفي التقليد وفي الطباعة نعم يعني هذه الأمور لا يمكننا الاعتماد عليها نعم هذه العلامة توجد في شواحن كثيرة نعم إلى آخره كما أنه الحل أنا أضمن لك بأن الحل الأخير لمعرفة الشاحن هل هو أصلي أم لا في آخر المعرفة هو قياسه بجهاز ملتي متر حساس إذا وجدت أنه يخرج خمسة فولت مستقرة تابتة فأعلم بأن ذلك الشاحن جيد أما إذا وجدت أن الشاحن يخرج أربعة فاصلة خمسة أربعة فاصلة تمانية خمسة كل مرة يعطيك قيمة فولتية فأعلم بأن ناتج أو خرج الشاحن للفولت غير مستقر مما يسبب متاعب للدائرة الإلكترونية فتتضرر بفعل هذا الخرج الغير المستقر الغير النظيف نعم إلى آخره هناك عامل آخر يجهله الكثير من الناس وهو عامل خطير جدا جدا الكثير مننا لا ينتبه إليه وهو السلك أو كايبل يسبي رأي إذا كان هذا الكايبل غير متوافق مع الهاتف وغير الكابل غير أصلي لا يخضع للمعايير فكون على يقين أن يسبب لك ارتفاع حرارة أو ربما انفجار الكايبل وحده لاحظ معي هنا أخي الكريم يجب أن أخذ الأمور بشكل علمي ودقيق فمثلا هذا كايبل شحن عادي يعني هذا كايبل شحن أنا أعلم بأنه عادي ليس أصلي لاحظ معي والشاحن هو أصلي من النوعية الممتازة أنا اشتريته يعني يخرج خمسة فاصلة إثنان فولت وإثنان فاصلة أمبير لاحظ ما عنده شحن الهاتف بكايبل عادي رغم أنه الشاحن أصلي إذا ها نحن نعود إلى الشاحن رأي ليس دائما الشحن هو المتسبب رأي الكايبل يمكن أن يسبب لك حرارة أو انفجار إذا لاحظ معي كم يعطينا أو كما هي قيمة التحميل الأمبير هي صيفر فاصلة سبعة وأربعون هذا الهاتف لا يمكن أننا شحنه بهذه القيمة لن يشحن بهذه القيمة سيسبب لنا هذا التحميل شحن وهمي مع حرارة شحن وهمي مع ارتفاع الحرارة وعندما نقول ارتفاع الحرارة لا تناقش معي ماذا سيحدث بعد ذلك كل شيء ممكن إذا لاحظ مع عند تغيير الكايبل ماذا سيحدد؟ هذا الهاتف لن يشحن بهذه القيمة هذا الكايبل سيسبب للي ارتفاع حرارة للهاتف لاحظ مع عند استخدام كايبل أصلي ودو أسلاك جيدة لاحظ معي الفرق يعني ربما أكثر من النصف لاحظ معي قيمة الشهر الآن سترتفع إذا 0.4 أو 1 أمبير إن صحة تعبير 1 أمبير أين ذهب النصف الآخر؟ يعني الكايبل وحده يمكن أن يسبب للمشكل لاحظ معي هنا فتفسير علمي لأن كمية الأمبير لا يمكن أن يستحمل هذه الأسلاك ستسخن سترتفع حرارتها وترتفع أيضا حرارة الهاتف أما كمية هذه الأسلاك فهي كافية لتمرير كمية مناسبة للأمبير لاحظ معي مثل تجربة أخرى هنا لاحظ معي هنا تجربة أخرى لاحظ معي عند استخدام كايبل عادي لاحظ معي إلى قيمة السحب طيب سي يعني وجود إشارة على أن هناك خارج 0.50 0.50 لن يشحن لك هذا الهاتف سيصاب بارتفاع درجة حرارة والقيمة خفض والقيمة خفض إذن هذا الكايبل وحده خطر على الهاتف عند استخدام كايبل أصلي لاحظوا معي نتائج التي سوف نحصل عليها إذن من 47 إلى 1.18 أمبير أكثر من النص أكثر من النص يعني الكايبل من الأسباب الرئيسية التي تسبب ارتفاع الحرارة والانفجار البطارية نمر إلى البطارية وما أدى كما البطارية البطارية إذا حدثت لها عوامل يمكن أن تتسبب لنا الانتفاخ والانفجار في أي لحظة والانفجار أحيانا حتى دون الانتفاق إذن من بين عوامل ارتفاع الحرارة والانتفاق والانفجار هو الانتهاء العمر الافتراضي للبطاري البطارية إذا استخدمت أكثر من عمر معين فهي معرضة للخطر أو للانتفاق والانفجار ظهور علامات الانتفاق البطارية إذا انتفخت فاعلم بأنك في خطر والله إنك في خطر نعم من بين العلامات التي تدول أن البطارية ربما أصبحت غير صالحة وهي أنك تقوم بشحنها طبعا إذا كانت المنظومة جيدة لا يوجد بها أي عطل للهاتف تقوم بشحنها تنخفض بسرعة يعني تكون 100% بعد 10 دقائق تزيد 30% أو 20% هذا يدل على أن البطارية قد أصبحت سيئة احتكاك أو إدخال آدات حادة في البطارية يسبب مباشرة انفجارها أي آدات حادة تدخلها في البطارية أو تحتك مع آدات حادة أو وجود حرارة أو أي شيء يسبب انفجار البطاريات الليت يوم يعني البطاريات الجديدة تنفجر مع وجود أحد العوامل التي تذكرت أو تعرض البطارية للحرارة بشكل مباشر يسبب انفجار سوف نرى ذلك على فيديوهات بشكل مباشر وأيضا شحن مستمر رأى وجود عطل في منظومة الشحن للهاتف يسبب لنا مثلا عطل يسبب لنا شحن مستمر قد يؤدي إلى انفجار واحتراق الهاتف يعني حتى تكون الأمور جيدة وهذه الدائرة التي تكون مصحوبة مع البطارية إذا حدثت بها عطل أيضا قد تسبب لنا شحن مستمر إذن نمر إذا لاحظوا معي فهذا على سبيل المثال لاحظوا معي مثلا هذا الشخص هذا الشخص ماذا يفعل؟ هذا الشخص لاحظوا معي هو يوجد هنا يقوم بالتسخين بجهاز الهوت اير هذا هذا يقوم بالتسخين فوق البطارية بشكل مباشر التسخين بشكل هذا إذن ماذا يحدث؟ البطارية تتعرض للحرارة بشكل مباشر فكون على يقين أنه احتمال كبير ستنفجر إذا لاحظوا معي هذا خطأ من تقني رغم أنه تقني ويصلح على الهوتف إلا أنه وقع في خطأ لاحظوا معي لاحظوا معي أنه يقوم بالتسخين البطارية يقوم بالتسخين ستنفجر ستنفجر يا أخي ستنفجر والخطأ منه لأن البطارية مشحونة وأي حرارة زائدة تؤدي إلى الانفجار لاحظوا معي وأعيد فهذا الاحتراق الذي حدث الآن هل له علاقة بالشاحن؟ لا علاقة له بالشاحن إذن ماذا نستفيد؟ هناك عوامل أخرى تسبب لنا الاحتراق والانفجار غير الشاحن سوف نرى الكثير من الأسباب ولا لا أصادع ذكرها كاملة ولكن هناك عوامل كثيرة لا علاقة له بالشاحن فهذا مثلا انفجار لا علاقة له بالشاحن إذن نمر إلى عامل آخر فهذا محل آخر للصيانة لاحظ معي هذا الذي يوجد هنا يلبس قميس بالأصفر هو يجلس فقط يساعد ربما هذا التقنيم إلى آخره توجد أمامه بطارية سيعمل حركة خاطئة وهي سوف يقوم بسحب من الدرج كما نقول بالدرجة المجر من الدرجة يقوم بسحب إبرة ويدخلها مباشرة في البطارية سوف تنفجر أي بطارية مشحونة تدخل بها إذن لاحظوا معي لاحظوا معي لاحظوا معي جيدا لاحظوا معي هذا هذا الشخص الذي يلبس الأصفر لاحظوا معي الحركة التي سوف يقوم بها سوف يعني يأخذ شيء حاد ويغرثها في البطارية فتنفجر لاحظوا معي يعني هذا انفجار لا علاقة له بالشاحن لا علاقة له بالشاحن البطارية أي احتكاك أو أي إدخال أي آدات حادة أو شحن مستمر أو سقوط سقوط هل هذا منطقي؟ نعم منطقي أن يسقط هاتفك سقطة قوية فوق الأرض أحد العوامل الأسباب التي يمكن أن تسببها في انفجار البطارية كيف ذلك؟ تسير علمي أنه يحدث عطل بالهاتف يعني مع السقطة قوية يصبح لك عطل شحن مستمر أحد الأيسيهات يلتقي أحد الفولتات يسبب احتراق أو سخونة فتتأثر البطارية بتلك الحرارة فتنفجر استوعب معي وكل هذا علاقة له بالشاحن إذن نعود هنا فلاحظوا معي نفس الخطأ وقع مع هذا التقني نفس الخطأ لاحظوا معي ماذا يستخدم؟ لاحظوا معي يستخدم سكين يحاول رفع بطارية بالسكين إذن ماذا قلنا في الماضي؟ قلنا بأن استخدام أي آدات حادة أو إدخالها في البطارية ستنفجر إذن التجايب عمامنا ونحن نشاهد كل شيء فهو الآن يستخدم سكين هذا الشخص لا يعلم شيء لا يعلم شيء لا يعلم ما ينتظره فهر لأيتم ماذا انتظره؟ وأن الانفجار كان قوي أمام وجهه وجه هذا الشخص إذا لاحظوا معي هنا فهناك احتمال آخر بعيد كل البعد عن الشاحن وهو أن تكون واقف مع أصدقائك تتحدث ففجأة ينفجر الهاتف في جيبك وهذا راجع إلى عدة أسباب عدة أسباب لا يمكننا تحديدها بالضبط إما الهاتف سقط في الماء إما سقط سقطة قوية إما أنك استخدمت بطارية غير أصلية معطلة الكثير من الأسباب لاحظوا معي فهذا الشخص يقف عادي فجأة انفجر الهاتف في جيبي لاحظوا معي هذا أمر خطير جدا إذن كل هذه الأسباب وكل هذه الأشياء ممكنة الناس الخطأ وقع في هذا التقني يعني قام بإدخال شيء حاد في البطارية فانفجرت في لاحظوا معي هناك أمر آخر فمثل هذه السيدة لاحظوا معي هذه السيدة تقوم بالتسوق وتضع الهاتف في محفظتها ففجأة انفزر الهاتف أين هو الشاحن أين هي عوامل الشاحن لاحظوا معي هنا يعني فجأة انفزر الهاتف في حقيبتها فجأة هل لاحظتم معي يعني انفزر راجع إلى عدة عوامل ذكرناها إذن هذه تجربة علمية فنلاحظ عند إدخال شيء حاد في البطارية ماذا يحدث لها فمباشرة تلتقي الشحونات الموجبة مع السالبة فيحدث احتراق فيحدث احتراق لاحظتم معي يعني يحدث احتراق إذن ماذا نستفيد بأن البطارية إذا تحردت إلى السطمة قوية يمكن هذه الطابقات التي تلتقي مع بعضها البعض فيحدث الاحتراق فيحدث الاحتراق إذن لاحظوا معي فمثلا هذه امرأة أو سيدة تركب الحافلة وتلعب بالهاتف فجأة انفزر الهاتف في يدها فجأة انفزر الهاتف في يدها لاحظوا معي كما تلاحظون يعني تمسك الهاتف فجأة انفزر في يدها يعني كل هذه العوان إذن أين هو الشاحن أين هو الشاحن لاحظوا معي أختم بهذه المسألة المهمة وهو أن شخص شخص في مدينة بني ملال أنا تابعت وعينت هذه الحالة بشكل دقيق أنا حسب التحليل والله أعلم لا أعلم هل تحليل صحي أم خاطئ والله ولا أعلم ولكن سأعطيكم تحليلي إذن لاحظوا معي ماذا سيقول هذا الشخص لاحظوا معي ماذا سيقول إذن هذا الشخص يقول بأنه كان يقوم بعملة التلحيم فجأة انفجر الهاتف في جيبه يعني الهاتف ليس في شاحن في جيبه من خلال تصريحه وفجأة انفجر الهاتف وانفجرت كما قال هو نظام الكاربون يعني قارورة الكاربون إذن كيف نفسر هذا منطقيا أنا شخصيا لم أعاين المكان ولم أذهب إلى مكان الانفجار ولكن كيف حدث كيف حدث وقمت بتحليل هذه المسألة مسألة انفجار الهاتف هي واضحة وطبيعية هناك عدة أسباب وعوامل كثيرة منها البطارية انتهى العمر الفتراضي منها وجود عطل في الهاتف وارتفاع حرارتي الله أعلم يعني هناك أسباب عديدة يمكن أن تسبب انفجار الهاتف ولكن ما دخل القارورة الكاربون مع انفجار الهاتف ماذا نفهم إذن نعود إلى فيديو سابق هنا لاحظوا معاين فهذا الشخص لاحظ معاين عندما أنفجر الهاتف ماذا نلاحظ نلاحظ تطاير الشضاء يعني تطاير شرارات نارية شرارات نارية إذن أي مادة لقدر الله هذا الشخص لو كانت بجانبي قارورة بنزين يعني لا يوجد عليها غيطة ماذا كانت ستحدود كانت ستنفجر أيضا يعني الهاتف سيسبب لنا كارتة انفجار كارتي إذن نعود إلى هذا الشخص هذا الشخص قال بأن الهاتف كان في جيبي فانفجر فانفجرت قارورة الكاربون أنا عندما لاحظت الفيديو هنا لاحظوا معي يعني انفجار كان يقتصر على قارورة الكاربون فقط أما قارورة الجاز هذه القارورة الجاز لم تنفجر ولم يحدث لها شيء لاحظوا معي هنا يعني لاحظتم خلال الفيديو أن قارورة الجاز لم تنفجر وقارورة الكاربون بالفعل انفجرت هنا عندي تحليل واحد فقط هو أن قارورة الكاربون فأنا أعرف وأعلم تصميمها كيف يكون عند من يستخدمها يعني يضعون الكاربون فيغلقونها بإحكام مع وضع جلدة يعني يصعب وصول الشرارات لها يعني مغلقة بإحكام ولكن تبقى بها تغرى تبقى بها تغرى هذه التغرى وهي أنه عند تحريك الكاربون هناك فتحة لا يتم تصميمها بشكل جيد فالكاربون أغلب القارورات المصممة بشكل غير جيد يمر من خلالها الكاربون فأعتقد أن الشرارات عندما انفجر الهاتف تلامس مع تلك المنطقة فانفجرت قارورة الكاربون والله أعلم هذا التحليلي والله أعلم إذن أحبابي تمنى أن تكونوا قد يستفتوا من هذا الدرس لطريقة يعني محاولة فهم العوامل التي يمكن أن تسبب لنا ارتفاع الحرارة والاحتراق للهاتف فليس الشاحن فقط وإنما يبقى الشاحن عامل من العوامل وهناك عوامل كثيرة لا يسعين يعني في حلقة قادمة سأحاول ذكرها وأسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر